ما هي الخيارات التي تحكم السيد رئيس الجمهورية برهم صالح في اختيار المرشح البديل بموجب القانون بعيدا عن مهاترة السياسيين شكرا يعني الدستور العراقي الدستور عام 2005 النافذ حاليا وضع المسارات في مسألة تشكيل الحكومة واختيار رئيسها وأعمالها فالخيارات الآن واضحة بالنسبة لرئيس الجمهورية المادة يعني كما نعلم المادة الحاكمة في تشكيل الحكومة هي المادة 76 من الدستور فيما يتعلق بتشكيل الحكومة ابتداء يعني أساسا بعد الانتخابات بعد الانتخابات وفي الجلسة الأولى لمجلس النواب وفي الجلسة الأولى حسنت وفي الجلسة الأولى لمجلس النواب هذا تعرف حضرتك والمشاهد الكريم في حينها صار اللجوء بعد في أول دورة انتخابية بعد إقرار الدستور في حينها كانت القائمة الأكثر حصولا على صوات قائمة ذكر دكتور رياد علاوي حصل على 92 صوت والقائمة الثانية دولة القانون بصوتين أقل من وبعدين عادوها تسعين بواحد وتسعين المهم صار اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتفسير المقصود بالكتلة النيابية الأكثر عددا وهذا القرار الذي هو على ضوء القرار الذي صدر من المحكمة الاتحادية في 25 ثلاثة 2010 الذي كان واضح فسر المحكمة فسرت الكتلة النيابية أكثر عددا وهي إما أو إما القائمة الانتخابية التي دخلت الانتخابات بإسم ورقب معين وحازت على أكثر الأصوات قائمة انتخابية واحدة أو أكثر من قائمة التي تتشكل في الجلسة الأولى في الجلسة الأولى في البرلمان لن يحفظنا هنا حفظنا هنا وشرط في الجلسة الأولى في الجلسة الأولى يجب أن تسجل هذا حصل ووقتها وتم تشكيل الكتلة النيابية وستمرت الآن نحن في حكومة السيد عادل عبد المهدي لم تحصل لم تشكل كتلة نيابية أكثر عددا في البرلمان يعني كوثيقة من وثائق البرلمان يجب أن تقدم الكتلة النيابية إلى البرلمان نفسه وبتوقيع كل نائب حتى لا يقول بعدين أنا أروح هذا يدعي أنه صرت مع كتلة أخرى نحكم للنائب بإسمه وتوقيعه متفق عليه الآن العراق لم تشكل فيه كتلة أكبر في انتخابات 2018 في صارت على ما يبدو توافق بين كتلتين سائرون على أساس وكتلة التحالف البناء هم الذي لكن لم تسجل في البرلمان كتلة نيابية أكثر عددا المهم شكلت الحكومة والآن بالتوافق السياسي بالتوافق السياسي وتم اعتبار من أجل خوة النظيفة نعم سائرون البدر الإصلاح والبناء هي الكتلة الأكبر هي الدعاهم لكنه كوثيقة بالبرلمان لم تسجل وهذا الحصل هذا اللي حصل حصل وثمرت حكومة السيد عادل عبد المهدي سقطت الحكومة سقطت الحكومة أنا الآن أبحث في خيارات السيد الرئيس خيارات السيد الرئيس الآن في تصورنا سيد الرئيس حينما نصت المادة 81 كما نعلم أنه إذا استقال يعني إذا يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء في حالة خلو المنصب لأي سبب كان مطلقة زياني يعني الوفاة العجز ولكن للأسف كما نعلم أنه الاستقالة ما دخلوه ضمن مفهوم لأي سبب كان باعتبار أن رئيس الوزراء موجود المنصب لا يخلو هذا كان التفسير اللي اتفقوا عليه وبالتالي شكلت حكومة تصريف الأعمال إذن رئيس الجمهورية العدة مدة 15 يوم بموجب المادة 81 لأن يكلف شخص بتشكيل الوزارة هل يرجع هذا السؤال هل هو ملزم باللجوء إلى الكتلة النيابية الأكثر عبداً؟ هذا اللي هناك تفسر هذا حشان التسلسل المنطقي للمنطقي تسلسل المنطقي لأنه الآن أكو ضخ إعلامي به تدليس نعم أحنا إذا يتحدث بموجب القانون الآن الرئيس حر في خياراته أم أنه لازم يروح إلى كتلة أكبر نعم له يختار بكيفه أكو واقع سياسي على الأرض وأكو نص دستوري ياه الآن القدح المعلّة القدح المعلّة في رأيي أنا أنا كقانوني كقانوني ومطلع على الدستوري الآن رئيس الجمهورية ذكرنا أنه لا توجد كتلة نيابية سجلت في الدورة البرلمانية في أول جلسة عقدت لا توجد كتلة نيابية مسجلة في الدورة الحالية الذي سقال منها خليناها خليناها إذن الخيار الآن لرئيس الجمهورية بموجب الدستور أن يختار ليس ملزما أن يكون يذهب إلى الكتلة لأنه لم تسجل كتلة بالبرلمان في الجلسة الأولى ما سجلت كتلة بإمكان رئيس الجمهورية ما هو تعليقك هذا التفسير لكن رئيس الجمهورية يلاحظ يلاحظ فهو ذهب من كل كتلة الساعرون توافق صار بيناتهم كتلة الساعرون قالت أنا لا أرشيح ولا أقدم اسم إجت كتلة البناء دعت أنها هي الكتلة الأكثر عددا هذا دعاء رئيس الجمهورية الرجل لاحظ بس هو في تصورنا ليس ملزما لكن لاحظ الواقع السياسي ذهب إلى الكتلة النيابية إلى كتلة البناء وطلب منهم ترشيح لكن الخيار إلي الخيار إلى خيار ترشيح